موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري من قناة الجزائر الدولية والبداية بالحدث موسيقى دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يومها الثاني بعدما دوت انفجارات فجر الأحد بالعاصمة الخرطوم في ظل غموض بشأن الأوضاع الميدانية بسبب تضارب بيانات الطرفين وأنباء عن سقوط 56 قتيلا بين مدنيين فضلا عن 600 جريحة الانفراج يلوح في أفق السودان لليوم الثاني على التوالي تتواصل المواجهات بين الجيش وقوات التدخل السريعة الأسلحة الثقيلة التي أشعلت سماء الخرطوم قصفا بلامس وسعت معاركها برا فجر اليوم ووصلت الاجتباكات بين الجانبين إلى مشارف مقر قيادة الجيش والمطار والمدينة الرياضية ومناطق أخرى متفرقة بالعاصمة تجدد المواجهات لم يمهل المدنيين وقتا لالتقاط الانفاس بعد ليلة رمضانية دامية فارتفعت حصيلة الضحايا إلى عشرات القتلى ومئات الجرحة وفي وقت كانت لجنة الأطباء المركزية تحذر فيه من سقوط المزيد من الأرواح وسط قلة الكادر الطبي وإرهاق الفرق العاملة في المستشفيات كانت القوات المسلحة السودانية تبث لقطات ليلية لما وصفتها احتفالات شعبية باستعادة سيطرتها على مقر الإذاعة والتلفزيون في منطقة أم درمان قوات الدعم هي الأخرى ردت بنشر صور ليلية قالت إنها لحارق في مبنى القوات البرية التابعة للجيش بالعاصمة الخرطوم صور عكست حرب بيانات وبيانات مضاد موازية للمواجهات الميدانية المباشرة بين الطرفين تقول قوات الدعم السريع إنها استولت على برج القوات البحرية والقيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم وينفي الأخير ذلك بل يؤكد سيطرته الكاملة على مقار قوات حميتي في أم درمان ويوثق بمقاطع فيديو وصور انسحابها من حي شنبات بالعاصمة تاركة وراءها معدات وعربات عسكرية في الأثناء أعلنت قوات الدعم السريع أن مواقعها في بورت سودان تعرضت لهجوم من طيران أجنبي رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يلوح بإدخال قواته إلى الخرطوم إذا استمر القتال وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان تقوله يرد بأن قواته لن تتوقف إلا بعد السيطرة الكاملة على كل مواقع الجيش تطورات تنظر بمزيد من الانفلات الأمني وتأزم الوضع الإنساني في السودان في ظل التصعيد بين قوات حمدان والبرهان هذا وشن الجيش السوداني ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع شبه العسكرية قرب العاصمة في محاولة لتأكيد السيطرة على البلاد يوم الأحد وقال شهيود في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الجيش قصف في نهاية يوم من القتال العنيف معسكرا تابعا لقوات الدعم السريع شبه العسكرية تابعة للحكومة في مدينة أمدرمان القريبة من العاصمة الخرطوم هذا وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن تصاعد المعارك والمواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع يهددان وحدة وتماسك وسيادة السودان الهيئة في بيان لها الأحد دعت الجانبين لتحكيم صوت العقل ووقف المواجهات العسكرية فورا والعودة إلى طاولة التفاوض مؤكدة أن القضايا العالقة لا يمكن حلها بالحرب والخيار الأفضل معالجتها عبر الحلول السياسية وأعرب مجلس السلم والأمن الإفريقي من جهته عن رفضه بشدة أي تدخل خارجي من شأنه تعقيد الوضع في السودان وجاء موقف المجلس ضمن جلسة طارئة دعاء إلى عقدها الأحد لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في السودان أعلن برنامج الأغذية العالمية الأحد مقتل ثلاثة من الموظفين بدارفور ونهب خمس مركبات ميدانية من قبل قوة الدعم السريع شمال دارفور وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بسودان فولكر بيرتس إن ثلاثة من أفراد البعثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كابكايفيا بشمال دارفور معلنا عن تعليق برنامج الأغذية العالم مؤقتا كافة عملياته في السودان هذا وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية عدم تسجيل إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية على إثر الأوضاع التي تعرفها العاصمة السودانية الخرطوم الخارجية الجزائرية في بيان لها دعت أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم تعمق الأزمة السياسية الخطيرة التي يشهدها السودان متاعب الاقتصاد المنهار في البلاد ما يضع نحو خمسين في المئة من سكانه تحت خط الفقر في بلد يشتهر بلقب سلة الغذاء العربية لكنه يحصي أكثر من خمسة عشر مليون شخص يواجهون خطر النقص الحاد في الغذاء تتصاعد وحدة الاشتباكات العنيفة في السودان وتتزايد معها التهديدات بنهيار الاقتصاد السوداني المثقلي بعديد الأزمات بعدما انتزج التضخم بالكساد فتحول إلى ركوذ تضخمي رمى بكل ثقله على النشاط الاقتصادي المتعثر في السودان تقيب البيانات الدقيقة على مؤشرات الاقتصاد الكلي والقليل المتوفر منها يشير إلى أن معدلات التضخم فقد كل التوقعات حيث وصل إلى 83% خلال جنفي الماضي كما تفيد الحسابات القومية للبنك الدولي بأن الناتج المحلي السوداني بلغ ما يقارب 34 مليار دولار مع نهاية 2021 حالة عدم اليقين والهشاشة المالية تظهر بصورة أكثر وضوحا في المديونية الخارجية التي بلغت بنهاية أكتوبر من السنة الماضية أكثر من 62 مليار دولار ما يوزي 248% من الناتج المحلي الخام وأمام هذه المؤشرات الحمراء تبقى حركية التجارة الخارجية ضعيفة جدا حيث سجلت قيمة 13.6 مليار دولار نهاية 2021 بحجم صادرات لامس أربعة مليار دولار وواردات بأكثر من 9 مليار دولار ليبلغ العجز التجاري أكثر من 5 مليار دولار وهو أعلى عجز سجل خلال العشر سنوات الأخيرة اجتداد وطأة الأزمة الاقتصادية تفاقمت فيها أزمة غداء حاد فالسودان البلد الزراعي يستورد أكثر من 95% من الغداء هو ما أدى إلى بروز فجوات غدائية حادة في البلاد ودفع ببرنامج الأغذية العالمي لدق جرس الإندار المبكر بعد تسجيل أن أكثر من 15 مليون سوداني أي ثلث السكان يواجهون خطر النقص الحاد في الغداء وذلك نتيجة النزاعات وأعمال العنف الأزمة والاقتصادية الخانقة خلفت أيضا ارتفاع معدلات الفقر إلى 46.5% وتزايد نسب البطالة لتسجل أكثر من 19% بحسب البيانات الحكومية السودانية ترجمة نانسي قنقر يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الوزراء الجزائري بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن الاجتماع سيتناول مراجعة منح التقاعد وعروضا مجتركة بين قطاعات وزارية تخص شرطة العمران تحلية مياه البحر وإنجاز مدينة الإعلام بالإضافة إلى عرضين يتعلقان بالرياضة في المدارس الابتدائية وتحضيرات موسم الحج للسنة الجارية استنكرت الجزائر قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي مسافقي فتح ما يسمى تمثيلية دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الافريقي وحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية الأحد فإن الجزائر تعرب عن استغرابها العميق من القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بعد تلقي ما تسمى أوراق الاعتماد من دبلوماسية مغربية تقدم نفسها زورا على أنها الممثلة الدائمة للاتحاد المغربي لدى الاتحاد الافريقي وهو ما وصفه البيان بسلوك غير المسؤول وغير المقبول لأنه يأتي بعد الاحتجاجات العاجلة من قبل السلطات الجزائرية إلى مفوضية الاتحاد الافريقي من أجل النظر دون اعتراض على هذا التعيين المزعوم فوفقا للنصوص التي تنظم عمل اتحاد المغرب العربي لا يقع ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الذي انتهت ولايته بشكل نهائي في أوت 2022 دون إمكانية التمديد غير أن هذا التصرف الجديد يعكس إصرار هذا الدجال على عدم ادخار أي مجهود لخدمة أجندة دولة إقامته كما كشف البيان أن الجزائر أوضحت أنه لم يتم التشاور معها بشأن هذا التعيين حيث تم خارج القواعد المنصوص عليها ما زالت موجة الصدمة التي أحدثتها الأزمة بين الجزائر ومدريد مستمرة لا سيما على صعيد التبادلات الاقتصادية بين البلدين منذ تحول موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن مسألة صحراء الغربية صحيفة لوبون فرنسية كشفت في تقرير لها أن انهيار التجارة في إسبانيا بلغ درجة غير مسبوقة من خلال مطالبة شركات اقتصادية حكومة سانشيز بتعويضات عن خسائرها تبعات الأزمة التي أشعلتها إسبانيا مع الجزائر دفع ثمنها غاليا تؤكد مجلة لوبون فرنسية التي أشارت في أحد تقاريرها إلى أن ارتدادات موجة الصدمة التي أحدثتها الأزمة بين الجزائر ومدريد ما زالت مستمرة خاصة على صعيد التبادلات الاقتصادية بين البلدين بلغ معدل تراجع الصادرات الإسبانية إلى الجزائر 93% شهر ديسمبر الماضي ما يعادل عشرة ملايين يورو فاصل ثمانية مقارنة بمتوسط شهري بلغ 169 مليون يورو في نفس الفترة من عام 2022 واضطرت الشركات الإسبانية كما في منطقة فالونسيا العام الماضي إلى البحث عن منافذ غير الجزائر لصادراتها خاصة إلى فرنسا والبرتغال وفي دلالة على فداحة الخسائر التي تكبدها الطرف الإسباني تقول الأسبوعية الفرنسية إن الخطوة الأحادية والفردية التي اتخذها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أدت إلى تسجيل اختلال تاريخي وغير مسبوخ في الميزان التجاري الإسباني تشير بيانات معهد التجارة الخارجية إلى أن أكثر من 129 ألف شركة إسبانية توقفت عن إبرام علاقات تجارية مع الجزائر مقابل 222 ألف شركة كانت أبرمت صفقات تجارية مع الجزائر في العام 2021 مع تبعات الموقف الانقلابي والأحادي لرئيس الوزراء سانشيز فقد أوقف قرابة تسعة آلاف مصدر إسباني نشاطهم بالجزائر بشكل نهائي في العام 2022 مجلة لبوان أشارت في ختام تقريرها إلى أن مخاوف كبيرة تسود في أوساط المال والأعمال في إسبانيا مخاوف من أن الأزمة الحالية مع الجزائر لن يكون لها فقط تأثير اقتصادي وتجاري بل قد يؤدي إلى فقدان حصة إسبانيا في السوق الجزائرية لصالح بلدان أخرى وصلنا إلى ختام نشرة للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة